السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في فيديو جديد وفي هذه الجولة بين المحاصيل الشتوية المزارع هنا قام بزراعة الخضروات الورقية مثل الشبت وهذه الكزبرة وهذه الكزبرة وهذه يعني بعض الخضر يستعين بها في منزله للاكتفاء الذاتي نتحدث عن المحصول الرئيسي وهو البرسيم وهو من اهم محاصيل العلف الشتوية اكدنا يا سادة من قبل ان البرسيم طبعا هذا هو المجموع الجزري المجموع الجزري وتدي ونعلم جميعا ان المجموع الجزري يحتوي على عقد بكتيرية هذه العقد البيضاء التي نراها عقد بكتيرية على المجموع الجزري للبرسيم هذه تعمل على تثبيت الازوت الجوي في التربة يبقى البرسيم وجميع المحاصيل البقولية تفيد الارض لانها تعمل على تثبيت الازوت والازوت طبعا هو بعتبر عنصر غذائي زي البوتاسيوم والماغنسيوم والازوت ده عناصر الغذائية الاساسية اذا المجموع الجزري يحمل عقد بكتيرية نوصق هذا لمن لم يشاهدها ولم يعرفها جميع المحاصيل البقولية تثبيت الازوت الجوي في التربة هذا هو محصول البرسيم ومرة اخرى هذا هو المجموع الجزري مجموع جزري وتدي نقترب هذه العقد البكتيرية شاهدها شاهد معنا هذه البيضاء النقط البيضاء الكبيرة هذه عقد بكتيرية تقوم بتثبيت الازوت الجوي في التربة هذا ما لدينا نشكركم ونشكر حسن المتابعة وان اعجبكم الفيديو ونحن نوصق هذه اللحظات الطبيعية للعقد البكتيرية التي تثبيت الازوت الجوي في التربة ان اعجبكم الفيديو راجع الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر شكرا 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 شكرا